القول في اللي قاله المهندس عدلي ما يخص الشأن الأهلاوي الأهلي عارف ياخد حقه كويس قوي ويتبع الطرق القانونية ويسلك القنوات الشرعية فمن التالي على جمهور الأهلي قال لا ينزعج أو يقلق أبدا على قدرة رجال الأهلي إنهم يجيبوا حق الأهلي كويس قوي بس كمان محدش هيفرض علينا منازلة في توقيت هو عايزه أيوة احنا بنختار الميدان والسلاح والتوقيت كل واحد من دول عايز توقيت يخدم مصلحته هو في مشكلته هو بالضبط على الجمهور قال لا يستدرج لمثل هذه الأمور على الإطلاق كل واحد يشيل شيلته في التوقيت اللي بيواجه فيه مشاكله وآزماته لكن إنه حد يعتقد إنه أسكى من أنه هو أو أسكى من تقديراتنا في إنه يفرض حاجة في توقيت يشغل بها حاجة عن حاجة لا هذا لن ينطلع أحد على الإطلاق لكن في نفس الوقت حقوقنا الشخصية نعرف نجيبها كويس قوي 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 برا الإطار المهني تاني تاني أكد يا زاد إبراهيم في الكريمة جميل اللي بتقوله ده أن الإجراءات اتخذت بالفعل بالضبط ففيما يخص الشأن الشخصي لا لأ قوي كمان ما يخص الشأن العام نحن ندرك مسؤولية الرسالة الإعلامية اللي علينا أو مطلعين بيها ندرك كويس قوي طبيعة العلاقات بين الجمهير ندرك أهمية تلاقي الأهلي والزمالك الزمالك الحقيقي أنا أعتقد الكابتن شوير مبارح لما حاب يعلق على حاجة تخص الكابتن الخطيب لأ اللقطة المضيئة أنه كابتن الخطيب هو أول من رفضه وبشدة أنه فيه جمهور في الدرجة الثالثة يهاجم أو يتطاول على رمز كبير وقيمة كبيرة في ند الزمالك الكابتن حسن شحات وتفتكره في موراة القمة اللقطة الشهيرة لما أخذ الكابتن الخطيب الكابتن حسن وراحوا الجمهور الناديين وكانت فعلا بداية لحالة من الهدوء الشديد في المدرجات فهذه المسئولية تجاه الناديين الكبيرين نحن نعيها جيدة لكن الشغل الصغير ده لن ينطلع علينا أسهل حاجة صدقوني في المناخ الإعلامي المنفالد بهذا الشكل أسهل حاجة إلت الأدب أصعب شيء الأدب نفسه الأدب نفسه والالتزام بالمعايير المهنية والالتزام بتقديد المهنة والالتزام بالضوابط الأخلاقية المحددة لهذه الرسالة الإعلامية اللي احنا مسؤولين عنها والتي ربما لا يعرف عنها هؤلاء أي شيء على الإطلاق وفيما يتعلق بالمجال المهني مستعدين لأي نقاش دول أبعد ما يكونوا عن ضوابط المهنة لكن ما يخص النادي الأهلي هناك قنوات شرعية هناك طرق قانونية هناك حق بالكامل للنادي الأهلي هيجي أرجو أن يكون الأمر واضح بهذا الشكل لكن ما حدش هيفرض علينا حاجة في توقيته وعايزه وأعتقد قدام شوية هتعرفوا معنا هذا الكلام بشماندس عندك تعليق تاني ترجمة نانسي قنقر